أو روايتين الرواية الأولى أعزائي في أصول الكافي الرواية الأولى في أصول الكافي وهي خمسمائة وثمانية وعشرين من الكافي عن أبي عبد الله الصادق الرواية أيضاً صحيحة السند كما يقول المجلسي في الجزء الثاني صفحة أربعمية في مرآة العقول الرواية في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة وصفاتهم إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه إلى أن يقول نصب الإمام علماً لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه فهو واسطة ماذا؟ واسطة الفيض ولذا العلامة مرزا رفيعي اللي هي من الحواشي المهمة على أصول الكافي أعزائي العلامة الحاشية على أصول الكافي لمرزا الرفيعي المتوفى ألف واثنين وثمانين هذه عبارته في ذيله يقول والمادة الزيادة المتصلة والمراد بمواده يعني جميع الزيادات المتصلة به من جميع المخلوقات لا يمكن أن يأتي شيء إلى المخلوقات إلا ماذا؟ إلا بتوسطهم والذي يؤيد هذا المعنى أعزائي رواية أخرى اللي هي خاتمة البحث رواية أخرى أيضا في أصول الكافي الرواية عن أبي عبد الله الصادق وإن كان المجلس عبر عنها مجهولة ولكن قلنا أن التعبير المجلسي مجهول مو معناه ماذا؟ عدم الاعتبار مرارا ذكرنا عن أبي عبد الله الصادق التفت لأعزائي هذه خلاصة ما نعتقده أو ما أعتقده في بحث الإمامة الإمامة ليست مولانا رئاسة في الدين والدنيا كما يقوله البعض أنا اعتراضي على هذا التعفير من شيعي كان أو سني لا فرقة من عمامة كبيرة أو صغيرة لا فرقة أنا أعتقد بهذه الإمامة التفتوا أعزائي عن أبي عبد الله الصادق قال أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب نظام السببية نظام السببية فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَجَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ ماذا؟ شرحاً وَجَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ علمًا وَجَعَلَ لِكُلِّ علمٍ باباً ناطقاً عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ذاك رسول الله ونحن سلام الله عليكم يا أئمة الهدى هذا لم يرتبط وضع بنظام ماذا؟ سببية العالم فلماذا؟ سببية النظام العالمي والإمكاني ولذا الفيض الكاشاني في ذيل هذه الرواية يقول يعني ذلك الباب فمن الباب يمكن الدخول إلى العلم ومن العلم يمكن الوصول إلى الشرح ومن الشرح يعرف السبب ومن السبب يُعلم المسبب فالعلم بالأشياء كلها موقوفٌ على معرفة الإمام والأخذ منه والسلام عليكم